البيولوجيا تقريبا لا جماعة علوم والتكنولوجيا خاصة الهندسة الكهربائية بتخصصاتها نعم نعم هنا في المذاكرات التخرج حاولنا الركز لأن العضاء النادي هم أساتذة في الجامعة حاولنا الركز وأننا نعود ونقوم بقالب آخر للمتقاضة كواني بشكل آخر ركزنا على مذكرات التخرج أنها تكون مذكرة تطبيقية لا تكون حاجة نظرية مثال يخدم مذكرة أو يطيشها ما عندما يستفاد به خسرنا الجانب التقنية نعم طلبة لديهم أفكار عند الفكر أنها ليست يخدم لك حاجة تطبيقية منافسة حتى للتكنولوجيا العالمية ليس في ولاية الواد نعم خدمنا عدة مشاريع وكان لطلبة خسروا مثلا خسروا دراهم ذات على مشروع يخسر دراهم بعد ما تخرجوا وكل شيء حاولنا أن المشاريع هذه لا تروحش هباء منظورة لازم نقيمها لذلك واجب علينا تثمين مجهودات هؤلاء الطلبة بإنشاء معرض معرض تعريف بالنادي إنشاء معرض يعرض مشاريع هؤلاء الطلبة لأن الأكثرية الطلبة كانوا منخرطين معنا في النادي المعرض هذا سميناه الابتكار وصناعة المستقبل معناها ابتكار الطلبة وحيصنع المستقبل انتاحه إن شاء الله يعني أنه الدور تعني أنه نهيئه يكون المعرض هذا هو جسر عبور معناها من الطالب من التخرج إلى سوق العمل معناها نحاول أنه ما يحسش باكل فراغ هذا كاللي حسنا بيه قبل نعم والحمد الله المعرض الأول هذا النسخة الأولى مش النسخة اللي عرضناه المعرض الأولى هذا كان في التسعة أجواء 2021 المعرض الأولى